ثم بعد ذلك هذا الضنك المادي الذي يعيش به الناس وهذا الغلاء في المعيشة وهذا التمرد من الأولاد والبنات والأزعاج والزوجات يعني الكله قد انقلب على عقبه أو الغالبية لكن ليست هذه هي الصورة التي يجب أن ننظر إليها أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد حبت في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعض المتفحص في وجوه الناس اليوم والحالة النفسية التي عند الناس في الشرق والغرب وبالذات في المسلمين والمسلمات كبارنا صغار رجالنا ونساء حالة من الاكتئاب تقريبا الإحباط شيء من اليأس لا أحد ينظر الأمل لا أحد سبحان الله يتحدث عن التفاؤل وإذا حدثته ويقول من أين تأتي بهذه البشرعات أو حالة التفاؤل التي تخترعها وتنشرها بيننا وهكذا يعني الحقيقة لا ننكر أن الأمة تواجه اليوم ما لم تواجهه من قبل وحيط بها لا ننكر ولم يحدث أن مرت الأمة بفترة عصيبة في يعني الآونة الأخيرة مثل هذه الأحداث المتتالية من إحاطة الكارهين للإسلام بالإسلام ومن بني جلدتنا الحاقدون والمنكرون للدين والذين يريدون ركوب قطر العالمة كما يقولون والذين يقولون أن الغرب قد ترك الدين فتقدم ونحن التزمنا بالدين فتأخرنا ويظنون أن الدين هذا هو العقبة الكأود التي تقف ضد التقدم وهذا من يعني للأسف من ضيق الأفق ومن الجهل المطبخ ولا يذب الله أنا أريد أن أقول ما يسير يعني بمجريات القضاء والقدر على الأمة بالاتنين مليار يعني كما يسير أيضا على الفرد في حالاته من السعة والضيق من المنشطة والمكره من العسر واليسر من النص والهزيمة من الصحة والمرض من الفقر والغنى فالأمة فعلا تمر الآن يعني هذا الجو الذي يعني يصاب به ضعيف الإيمان بالإحباط لكن لكن قبل أن يعني أحل أو يعني أتحدث عن كيف نرى المسألة بمنظور آخر أقول أن الأمة حقيقة يعني قدر يعني الأذى أو الإذاء أو الشر المحيق بها بقدر بعدها عن المنهج ورقة الدين الذي عند الناس وضعف اليقين الذي عندهم وتوخر التوكل على الله وفي شوش في التوحيد وظن أن هذه القوى الكبرى والعظمى تستطيع أن تصدع وتصدع وتصدع ونحن لا نستطيع أن نفعل ثم بعد ذلك هذا الضنك المادي الذي يعيش به الناس وهذا الغلاء في المعيشة وهذا التمرد من الأولاد والبنات والأزعاج والزوجات يعني الكل وقد انقلب على عقبه أو الغالبية لكن ليست هذه هي الصورة التي يجب أن ننظر إليها أقول أكبر مصيبة كانت بالنسبة لأبينا آدم أنه أطاع الشيطان وعصر رحمن لا تقرب هذه الشجرة فسول له الشيطان وهو أمنا حواء فأكل من الشجرة فبدت له ما سوئته كان هذه أصعب لحظة وأسوأ لحظة وأكثر إحباط لأبينا آدم وأمنا حواء لكن لما طرق باب الله سبحانه وتعالى وابتله الله يعني ابتلي بهذا الأمر فألهمه الله عز وجل أن يتوب فتابع إلى الله قال رب اغفر لي فغفر له فسبحان الله ويعني قال إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكننا من الخاسرين فحدث الفرج بفضل الله طيب سيدنا نوح ألف سنة إلا خمسين عاما أول مصائبه أن يكفر ولده وأن تكفر زوجته وهذه يعني تعتبر الحج عليه عندما يقال للدع يا أخي أنت تأمرنا بالحجاب ومنتك مش محجبة تأمرنا بالحجاب وزوجتك غير محجبة أن تأمرنا بالصلاة ولدك لا يصلي وهكذا فتخيل أنت أن ابنه كافر وزوجه كافر لا إله إلا الله نوح ابنه كافر وأمه للأسف كافرة زوجة نوح عليه السلام وتسعمائة وخمسين سنة ما أمن معه إلا قليل لكن لما سلك هو ومن معه من القلة المؤمنة ومن الحيوانات والطيور والمخلوقات على متن الباخرة التي صنعها ثم وصل إلى جبل الجودي فكان نصر الله سبحانه وتعالى العمل بالخواتين من أصعب اللحظات أن يلقى الخليل في النار لا لجرم صنعه إلا أنه يغفر بالأصنام الموجودة كما يلتزم أبناؤنا اليوم بدينهم ويغفرون بالأصنام الموجودة من عولمة إلى سوشال ميديا إلى فن هابط إلى قلة أدب إلى إله إله وينظر إليهم كأنهم من المتخلفين أو من يعني الذين غاب عنهم العقل فسيدنا إبراهيم كمن أصعب اللحظات أن يلقى في النار يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم فخرج من النار سالما حتى قال آسدر أبوه نعمل ربك إبراهيم هذا فرج أن يبتلى أن يؤمر لأن رؤية الأنبياء حق وجل التنفيذ إلا نحن إذا رأينا رؤية في أمر أو نهي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تأمر بأمر ولا تنهى عن أمر فلكن رؤية الأنبياء نعمل وحي إني أرى في المنام أني أذبحه كانت أسوأ أو أصعب اللحظات على الخليل أن يأخذ ولده عند جملة العقبة الصغر ثم الوسطى ثم الكبرى ويمليس يشوش عليه وفليناه بذبح عظيم فجاء الفرج سبحان الله أصعب اللحظات أن يعود إخوة يوسف إلى أبيهم عشاء يبكون يا أبانا إن ذهب لنا السبق وتركنا يوسف عندما طاعنا فأكله الذئب وما أن تبوء من لنا ولو كنا صادقين قال بل سولت لكم أنفسكم أمر وبعدين اعتزل اعتزلهم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيدناه من الحد فهو كظيم ثم بعد ذلك بلغت الطامة الكبرى عندما فقد ولده الثاني بن يمين لما أخذه لما كاد الله ليوسف وأخذ أخاه بن يمين عنده ارجعوا إلى أبيكم قولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شايدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيبة حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإن لصل وهم فعلا كانوا صادقين في هذه المرة لكن سيدنا يعقوب لهمة الخطوب واتسعت الرطق على الراطق واتسعت الرطق على الراطق والمصيبة أصبحت مصيبتين سبحان الله يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ثم بعد ذلك في نهاية الأمر دخلوا عليه وجاء بأبيه وزوجة أبيه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا إذن الفرج بعد الشدة هكذا سيدنا موسى وقال أصحاب موسى إن لمدركونه من قبل خرج هاربا من مصر وتوجه تلقاء مدين لا زوجة لا وظيفة لا عمل لا مال لا أهل لا أسرة لا زوجة لا بيت ما يعني مرت لحظات حتى جاءتوا إحداهما تمشي على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك أجرى ما استقيت لنا فجاء الفرج سبحان الله أصبح له زوجة وأصبح له بيت وأصبح له عمل وأصبح له أسرة بديلة سبحان الله وعاش في كنفهم عشر سنوات يرعى الغنم للرجل الصالح ثم عاد إلى مصر بالرسالة ولحق أبيه فرعون بعد مدة ليقتله هو وبنوا إسرائيل وقال أصحاب موسى إننا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وعبر ناجيا عليه وعلى نبينا بالصلاة والسلام أمنا مريم تحمل بدون زوج البتول سبحان الله الطاهرة الشريفة سبحان الله يا أخت هارن كان أبوك من رأسو وما كانت أمك بغية فأشارت إليه فجاء النصر على لسان رضيعها الذي لم يكمل من العمر سويعات قليلة فالفرج بعد الشدة النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في شعب بن عامر ثلاث سنوات سبحان الله والطهد أتباعه سنة عشر في سنة عشر سنة في مكة والهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية ثم بعد ذلك أسست له دولة في يترب حيث أصبحت المدينة المنورة فالأعمال بخواتيمها إذن أنا أقول ما يسير على هؤلاء على مر التاريخ نحن جزء من هذا التاريخ هل هناك في العالم نحن الآن أصبحنا تمانية مليار يعيشون على هذه البسيطة منهم اثنين مليار ربعهم مسلمين هل يعني على مر التاريخ الاثنين مليار يسير عليهم يعني قلم القدرة وطلاقة القدرة لله عز وجل وقضاء الله وقدره أن سبحان الله ضعف يقينها ابتعلت عن كتاب ربها ضحك عليها الآخرون بأن أخذوا كثيرا منا والغنم لا والذئب لا يكن من الغنم إلا الشاردة وتفرقنا أي سبع وقلنا وأصبحنا كحاطب ليل لا يدري أين أذهب ودخلنا في التيه منذ قرون عدة ولا نبحث عن الخروج من التيه مرة أخرى وللأسف ناكبنا وناكدنا علماءنا ويعني عديناهم وشوهنا صورهم وشوهنا قدوتهم وبعدين سبحان الله يفيق بعض من أفراد الأمة إلى أننا يجب أن نعود والحمد لله رب العظيم المبشرات كثيرة بفضل الله عز وجل يعني أحضر بالأمس مخيم في أبناؤنا وبناتنا الذين تربوا في الغرب أو أمهاتهم لسنا من المسلمات وسبحان الله العظيم أو أجنبيات يعني والبنات والأولاد في سن العشرين وأخل وأكثر وهم يعني يرتلون القرآن أمام لجان التحقييم شيء مبهر شيء يعني يسد الإنسان هذا الانتشار الكبير للإسلام في العالم ليست مبشرات العالم كله يحتاج اليوم من من الأمم من الثمانية مليار يحافظ على مسألة التوحيد يبتعد عن المعاصي قدر ما يستطيع يدخل ده سبحانه وتعالى يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالرسل للسابقين إلا نحن فكرم الله سوف يأتينا لكن الأمم لما تحدث لها ابتلاءات يجب أن نصبر وأن نحتسب وأن نخطط وأن ننظم كي نخرج من هذا التوحيد ونخرج من هذه الوهدة العميقة والهوة التي دخلنا فيها لكن الغدل للإسلام وأنا أقول من الفم المسرح الآن يهيى للإسلام ويهيى للمسلمين ليست هذه خيالات لا تدخل على السوشال ميديا فتصب إحباط ادخل على يقين قلبك ادخل على مساحة التوحيد ادخل على نصر المسلمين لا قال نصر المؤمنين درجة أعلى فأنكم مؤمنين حتى يأتينا نصر الله أنا أرى الخير قادما فلا يجب أن نحبط لا يجب أن نيأس لا يجب أبدا أن نترك العمل كما كان في غزوة أحد عندما أشيئ أن الرسول قد قتل فقعدك بعض القوم وقالوا على ما إذا نجهت على ما نقاتل الرسول قد مات وشعه طلعت كاذبة لكن الذين يبتغون يعني وشه الله وتعلى ما نات عليه رسول الله فهب القوم مدافعين ويقملوا المعركة بفضل الله عز وجل يجب أن نعلم أن الدنيا أغيار والدنيا لا تسير على وطيرة واحدة ولكن نصرح ما بيننا وبين ربنا يصرح الله بيننا ويصرح الله بين الدئب والغنم وبين الراعي والرعية وبين الزوج والزوجة وبين الأباء والأبناء والأبناء والأباء أدرى الله عز وجل للأمة أن يجعل لها من أمرها رشد وأن يردها إلى دينها ردا جميلا حسنا وأن يوفق ما جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وأن لا يكون قد غضب علينا رب العباد إلا من يكون بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك في أوسع لي وصلى الله عز وجلنا محمد وعلى أهله وصحبه أسلم تسليما كثيرا يا رب العالمو أسلم تسليما كثيرا